من مخيم شعفات في القدس ينضم إلينا مرسلنا أحمد دراوشة أحمد كيف يبدو الوضع الآن كما نلاحظ من خلفك هناك تجمع لقوات أمن إسرائيلية كيف تبدو الأوضاع وماذا عن حالة الجنديين ريمة وزاهر أوضاع متوترة للغاية داخل مخيم شعفات أنا أتواجد الآن داخل حاجز شعفات الذي يفصل بين المخيم الواقع الشمالي القدس وبين الضفة الغربية منذ أقل من ساعتين جاء شاب فلسطيني استقل من مركبته أطلق النار على قوات الاحتلال الموجودة هنا ما أدى إلى إصابة مجند ومجندة بجراح خطيرة وهناك أنباء تتحدث عن أن إصابة المجندة هي حرجة للغاية مرة على منفذي العملية في الموقع الذي أتواجد فيه هناك على الأقل نحو مئة سيارة للشرطة الإسرائيلية وزير الأمن الداخلي موجود هنا وقائد الشرطة الإسرائيلية أيضا وبالطبع عضو الكنيسة إتمار بن جفير الذي اعتدنا وجوده في كافة أماكن التوتر في مدينة القدس في منطقة أخرى ليست بعيدة من هنا قريبة بشكل كبير جدا تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة مخيم شعفات بحثا عن منفذ العملية مصادر فلسطينية تتحدث عن منفذين اثنين عن شاب أطلق النار وعن شاب آخر قام بقيادة السيارة لكن قائد الشرطة الإسرائيلية يتحدث عن ثلاثة منفذين للعملية يقول إنه يعرفهم ونصحهم بتسليم أنفسهم داخل المخيم حيث مداخله مغلقة بشكل تام ولم نتمكن من الدخول إلى هناك ومحاصر من كافة الجهات تقوم قوات الاحتلال بعمليات مداهمة كبيرة جدا من أجل إلقاء القبض نحن نتحدث عن غابة إسمنتية تقريبا عن 20 ألف نسمة يسكنون على نحو 400 دنم فقط لذلك عمليات البحث تكون بالتالي داخل المنازل وداخل الأزقة الصغيرة جدا التي تحيط بين العمارة السكنية وبين العمارة الأخرى آخر عملية وقعت في القدس من هذا النوع كانت تقريبا منذ نحو شهرين وحينها بقيت قوات الاحتلال لساعات وهي تبحث عن منفذ العملية زاهر إلى أن نفذ إلى أن سلم نفسه صباح اليوم نعم أحمد وأنت تتابع هذه العملية وعمليات أخرى أيضا تابعتها خلال الفترة الماضية ما الفرق بين هذه العملية والعمليات الأخرى على مستوى التنفيذ وأيضا على مستوى المنطقة المستهدفة زاهر تأتي هذه العملية في خضم الاستعدادات الإسرائيلية لهذا النوع منذ نحو أسبوعين وإسرائيل تتحدث عن حالة استنفار في مدينة القدس بالأمس كان هناك زج لقوات الشرطة الإسرائيلية بمئات عناصر الشرطة إلى مدينة القدس كان هناك تقييم أمني صباح الجمعة ترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن نحو ثمانين إنذارا خلال الساعات الأخيرة من وجود عملية رغم كافة هذه التحذيرات منذ الأسبوع الماضية جاءت هذه العملية نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية كما يقول الفلسطينيون رغم التحذيرات إلا أن الاحتلال أصر على فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المستوطنين كانت هناك عمليات اقتحام واسعة بدأت مع رأس السنة العبرية استمرت مع يوم الغفران وعلى ما يبدو سنشهد خلال الساعات القليلة المقبلة زاهر اقتحامات جديدة بمناسبة عيد العرش شكرا جزيلا لك مرسلنا أحمد دروش كنت معنا من بوابات مخيم شعفاط في القدس